عايزة روح لأمر تاني أمر تاني مهم جدا بنعزي أنفسنا بنعزي الكرة المصرية بنعزي أسرة نادي الإسماعيلي في وفاة الكابتن أدهم السلحضار ولما نتكلم عن الكابتن أدهم السلحضار لازم نوقف ونتكلم عن شخص الله يرحمه كان في قمة الاحترام شخص لما شفنا بعد وفاته مباشرة كم الحب على السوشيال ميديا كم الحب من كل جماهير مصر من الإعلام الرياضي في حب الكابتن أدهم السلحضار كان شخصية محترمة جدا كان نجم كبير كان لعب كرة موهوب عمل تاريخ كبير جدا مع نادي الإسماعيلي لكن الكابتن أدهم السلحضار يعني قبل وفاته وإحنا كلنا شفنا الوفاة كانت في الملعب أثناء مباراة وهو كمان يعني حسن الختام وهو فرقته بتحرز هدف بيسجد سجدة شكر لله ومع سجدة الشكر توفاه الله فحسن الخاتمة ربنا يرحمه ويصبر أهله ويصبر أولاده أولاده اللي كان فيهم واحد الكابتن أدهم نفسه يطلع لعب كرة وهو قبل ما يتوفى كان نفسه يشوفه لعب في نادي أمبي بالرغم أنه هو كان يعني نجم كبير في نادي الإسماعيلي لكن هو كان مقيم في القاهرة فكان نفسه يشوف ابنه ابن الكابتن أدهم عمر عمر أدهم السلحضار هو موليد 2009 قبل ما توفى كان نفسه يطلع لعب كرة كان نفسه يشوفه في نادي أمبي نادي أمبي من هنا بنشكر كل المسؤولين على طول بعد وفاة الراحل شفنا رئيس نادي أمبي وشفنا الكابتن محمد إسماعيل مدير الكطاع بنفسهم وتم انضمام عمر أدهم السلحضار إلى نادي أمبي بنشكر أيضا الأستاذ أيمن الشريعي رئيس نادي أمبي وكابتن محمد إسماعيل على هذه اللفتة الطيبة لفتة فعلا محترمة جدا